هلا وشلونكم صبحكم الله بالخير ويفتح علينا وعليكم ابواب الرزق والصحة ورحت البال قولوا امين وصفتنا لليوم وصفة كلش كلش طيبة انصحكم بيها من نص كيلو لحمة ثروم سويت ما شاء الله طلعت كمية كبيرة من الكباب او الكفتة مثل ما تحبون تسموها سموها قبل ما قابدي بالفيديو اتمنى ان تشاركون الفيديو مع الاهل والاصدقاء وعلى الصفحات الاجتماعية واللي ما مشترك بالقناة اتمنى اني يشترك ويفعل الجرس ولا تنسوني باللايك عندي هنا 500 غرام من اللحم المثروم احتاج له 2 بصل وفصين ثوم الى 3ة اثروم البصل كلش نعم اريد يعني انثروم واذا ما عدكم محاضرة الطعام تقدرون تبرشوه بالمبرشة فاثروم البصل والثوم سوية كلش ناعم واضيف هذا البصل المثروم والثوم فوق هذا اللحم اضيف له نصف ملعقة شاي من الفلفل الاحمر نصف ملعقة شاي من الفلفل الاسود ملعقة شاي من الكزبرة واربع معالق طعام من الخبز المطحون او البقصم وخلطت هذي المواد واني ناسي اخلي الملح لكن اتذكرت اخر شي وخليت نصف ملعقة طعام من الملح واستمر بعجن هذي الكفتة او الكباب بعد ما انتهيت من عجنة انا قاعد يدي شوي بالماء واخذ كرات يعني حجم صغير او متوسط واخليها بالسيخ الكباب سياخ الخشب افضل هذي اللي موجودة متوفرة بكل بيت واقص الزيادات اذا اكو يعني شفت الكتلة كثير كبيرة صارت اجهز الشيش بهذا الشكل وخليه على جهة واستمر اشيش باقي الشياشة واجهز يعني كم شيش من هذا الكباب او الكفتة وابدي اقليهم وقبل ما ابدي بتحضير الكباب خليت البتاتا عن نار وسلقتها يعني تقريبا استوت حتى اقدمها ويا هذا الكباب او اذا تريدون طبخون تمان او برغل او تقدموا ويا الخبز هذا الشي ورجع لكم سخنت القليل من الزيت بالمقلات واخلي هذي لشياشة الكباب واقلب بيها الى ان ما تحمر وارفعها من المقلات ملاحظة لازم تخلون النار وسط اثناء مدتقلون هذا الكباب افضل حتى يستوي كله من الداخل واستمر اقلي هذا الكباب كله الى ان ما يجاز بعد ما انتهت من قلي الكباب كله وعندي هنا البتاتا بعد ما انسلقت قشرتها وراح اخلي لها تقريبا نفس التدبيلة بس الزيادة اللي خليتها خليت لها شبنت مجفف نصف ملعقة طعام من شبنت مجفف ملعقة كوب من الكزبرة نصف ملعقة كوب من الفلفل احمر نصف ملعقة كوب من الفلفل الاسود والملح واخلط هذي التوابل ويا هذي البتاتا قبل ما اخليها بالزيت نفسه اللي قليت بي الكباب واقليها اخلي هذي البتاتا بنفس المقلات وبنفس هذا الزيت واقليها الى ان ما تتحمر واقدمها ويا الكباب واقلب هذي البتاتا بالزيت الى ان ما تحمر او ملاحظة ثانية من تخلون البتاتا حتى تقلوها رجعوا يعني رفعوا حرارة الطباخ او حرارة الفرن اثناء ما تتقلون البتاتا لانه البتاتا مستوية فما تحتاج نار واطية وبعد ما اتحمرت البتاتا ارفعها واقدمها فهي هذي كانت وصفتنا لهذا اليوم اتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها والفعافية مقدما واترككم بامان الله الى ان من انتقي فيديو اخر شكرا جزيلا للمشاهدة